السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابداع والتماش دائما قناة ابدع واستمتع النهاردة الفيديو بيتكلم عن حاجة مفيدة جدا في ناس كتير سألت عنها ومش عارفها لحل هو ازاي احول اليوتيوب ستوديو من اللغة الاخرى يعني لو انت عندك اليوتيوب ستوديو باللغة الانجليزية ازاي احوله عربي او لو اليوتيوب ستوديو اللغة العربية ازاي احوله انجليز بتخش على اليوتيوب بتاعك هنا هوت اهو خلاص بتاعك بتاع الجيميل تمام وبعدين بتنزل تحت هتلاقي حاجة اسمها هنا هوت يعني ادارة حسابك على جوجل هندوس هنا على اللينك ده هياخدك نوات لصفحة الحساب بتاعك اهو زي ما انت شايف على اليسار مكتوب الجوجل هنا بتلاقي كل الاعدادات المتعلقة بخدمات جوجل بشكل عام مش اليوتيوب بس تمام عشان غير اللغة وده الجزئية اللي بنكلم عنها النهاردة عايزة غير لغة اليوتيوب ستوديو بتاعي هننزل على حاجة اسمها داتا اند برسوناليزيزيشن تمام هندوس هنا هوت عليها هيديني خيارات كتيرة جدا من ضمنها الجزئية بتاعة اللغة المستخدمة في حسابك في جوجل هننزل تحت خالص لحد ما نلاقي حاجة اسمها اللانجوج هب زي ما انت شايفين انهوت اللانجوج بتاعتي انجليش يونيتد كينجدوم لما ندوس هنا هوت هيظهر لي قائمة باللغات تمام تقدر هنا تضيف اي لغة اخرى او تغير اللغة بشكل عام هنا يعني اللغة المفضلة عندي تمام اللي هي اللغة الانجليزية ندوس هنا ونقدر نختار عربي ننزل مسلا بالقائمة نلاقي اي اي ار تمام او ندوس اي ار كده هوت اهو ارابيك ظهرت لنا هي اللغة العربية ندوس اوكي بيقول لك اللغة العربية بتاع اي بلد تختار البلد اللي انت عايزها تمام وليكن مصر وبعدين خلاص مجرد ما بتعمل سيليكت زي ما انت شايفين اي اللي حصل الايكونة بتاعت الجوجل اكاونت بتاعك تحولت من اليمين لليصار هنا هوت تمام لما تدوس هنا هوت على الحسابات هتلاحظ ايه ظهرت الحسابات باللغة العربية وادي حسابك او مكتوب بالعربي تمام هنخش مثلا على اليوتيوب ونشوف اليوتيوب استوديو اهو اصبح اليوتيوب استوديو مكتوب كمان القيمة بتاعته باللغة العربية وهو زي ما انت شايف تقدر تخش على اليوتيوب استوديو بتاعك تخش انهوة على العلامة بتاعتك بتاع القناة وهتلاقي استوديو يوتيوب تمام وبكده تكون غيرت اللغة اليوتيوب استوديو بشكل كامل من الانجليزي للعربي طب لو انت عندك العكس تمام للناس اللي عندها عربي وعايزة تحولوا انجليزي هنعمل هندوس نفس الكلام هندوس على الاكاونت بتاعك تمام وندوس اهو مانجور جوجل اكاونت تمام هيظهر لنا زي ما انتو شايفين صفحة الجوجل اكاونت بتاعك او حساب جوجل بالعربي لان احنا خلاص حوالناه عربي هتنزل على البيانات والتخصيص تمام وتروح تحت لحد ما تلاقي اللغة خيارات اللغة ننزل كمان ادي اللغة ومكتوب اللغة العربية مصر هندوس عليها ونغير اللغة المفضلة ونكتب اي ان اللي هي اول حرف من كلمة انجليش اهو ونختار انجليش برضو هيسألك نفس السؤال عايز الانجليش المستخدم في اي دولة باللغة الانجليزية وننزل تحت ونختار مثلا يونيتد كينجدوم او يونيتد ستيتس دولة اكبر دولتين في اللغة الانجليزية يعني هدي اليونيتد كينجدوم نختارها وبعدين اختيار اهو زي ما انت شايف سواني بسيطة بتلاقي الاكاونت بشكل كامل وكل خدمات جوجل اتحولت للغة اللي انت اخترتها ارجو لانتوا تكونوا استفدتم بشرح النهاردة وما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسابسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة